السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن تأملات في سورة المدتر نريد ان نفهم ما هي المقاصد والغايات والحكم والاحكام التي ارشد اليها المولى عز وجل في هذه السورة المباركة في مطلعها يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدتر هو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق المقطع الاول منها لما نزلت هذه السورة على قلب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كان امي لا يقرأ ولا يكتب وربنا عز وجل يطالبه بالقراءة اقرأ ليست قراءة ابجدية وانما قراءة في التأمل في مضاه الكون وسر الوجود وحقائق الاشياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا داك رأى جبريل ورأاه على سورته وجبريل عنده سبعمائة جناح جناح واحد اذا نشره يسد به الافق خلق غريب يدل على عظمة الخالق عز وجل محمد بن عبد الله اول لقاء له مع هذا الوحي فرجع الى بيته الى خديجة بنت خويلد زوجته فقال لها دتروني دتروني كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالبرد وبالحر كان يشعر بانه في وضع صعب ترتعد فرائسه من شدة البرد وتعلوه الحرارة ويقول صبوا علي قربة من الماء ودتروني دتروني فجاء القرآن الكريم مرة ثانية عاد جبريل اليه فانزل عليه هذه الصورة التي هي الثاني صورة انزلت في كتاب الله تعالى الخطاب من عند الله جاء الخطاب القرآني يخاطب نبي الله فيقول له يا ايها المدتر هذا فيه ترطف كان بالامكان ان يقول ايها النبي او يا اي الرسول ولكن هذه بداية الدعوة فقال يا ايها المدتر لان سيدنا النبي من شدة البرد القارس الذي يشعر به وقد جاءه الوحي قوي كان يسمع له ازيز كأزيز النحل او كأزيز المرجل فقال يا ايها المدتر قم فاندر ربنا قال له يا محمد نحن لم ننزل عليك الوحي من السماء ولم نكلفك بالشريعة لكي تذهب لتنام انت وظيفتك الان هي القيام قم فاندر ما معنى قم القم يعني انه سوف يقوم بشؤون الدعوة لان الذي سوف يدعو الى ربه لابد ان يكون قائما والقيام يعني انه لا يتصور ان انسان يجلس على اريكته وانه نائم او مستلق على ظهره ويدعو الى الله الدعوة من مقتضايتها القيام لذا هناك رجال التبليغ والدعوة انهم يقومون ويسيرون في الطرقات ويبلغون دعوة الله والمعنى الاخر معنى قم يعني قم الليل ايضا لان السورة التي سوف تأتي فيما بعد هي سورة المزم قم الليلة الا قليلا لابد لكي تقوم بالدعوة على احسن قيام لابد ان يكون لك نصيب من قيام الليل والناس نيام حتى تستطيع ان تتلقى الانوار الالهية والبركات الربانية لان الذي سوف يقوم باعباء الدعوة وباعباء تبليغ الرسالة لابد ان يكون قويا والقوة تكون بدنية ومعنوية وعقلية ومادية لابد ان يمتلك زمام القوة لكي يستطيع ان يقوم باعباء الدعوة يا ايها المدثر قم فانذر لم يقل قم فبشر بعض الناس قالوا وكأن الاسلام من اوله جاء بالانذار حشوكلا الاسلام جاء بالبشارة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فربنا لم يقل قم فبشر وانما قال قم فانذر لان الغالب على اهل قومه في ذلك الزمان كانوا في جاهلية جهلاء كانت هناك عبادة الاصنام والاوتان وكان هناك الظلم والفساد وكان هناك الاستبداد وكان هناك التفسخ الاخلاقي فماذا يبشر فلابد ان ينذر لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قاله قاله لقومه اني نذير لكم بين يدي عذاب اليم فجاء القول بالانذار يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطغر والرز فهجر لماذا قال ربنا وثيابك فطهر ولماذا قال وربك فكبر لان الذي يقوم بالدعوة لا بد ان يرفع لواء الدين ولا بد ان يرفع حنجرته بالتكبير فاهل الله دائما يقولون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحامد اهل الله لا بد ان يرفعوا اصواتهم بالتكبير لان الناس في ذلك الزمان الزمان الجاهلي كانوا يعبدون الاصنام الساف ونائلة وهبل واللات والعزة فيذكرونهم فيذكرونهم باصوات مرتفعة فامر ربنا عز وجل نبيه ان يرفع صوته وحنجرته بتكبير الله في زماننا قد يكون هناك من يرفع اصوات اخرى هناك من يرفع مرجعيات فكرية او فلسفية مناقضة او مضادة للتصور الاسلامي فلابد اذا كنت في محفل او في ملتقى او في مؤتمر لابد ان ترفع صوتك بذكر الله وتنتصر للمرجعية الاسلامية لانها من صميم عقيدتنا لابد ان تكبر لا تخشى ولا تستحي وانما ينبغي ان تكون عندك جرأة لان الله تعالى يساندك وربك تكبر وثيابك فطهر فالمقصود الذي يقوم بالدعوة لابد ان يكون طاهرا في لباسه وفي جسمه لابد ان يكون دائما دائما فيه طهارة لهذا شرع الاسلام الوضوء والغسل وشرع النظافة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصلحوا رحالكم واحسنوا لباسكم وكونوا في الناس كأنكم شامة فالمؤمن الداعية ورجل العلم والفقيه والمصلح لابد ان يكون طاهرا والطهارة هنا تشمل الطهارة الجسمية والطهارة النفسية والطهارة الايمانية فقلبه لابد ان يكون طاهر لابد ان تغسل قلبك من الشرك ومن الاوتان والاضران وتبتعد عن الكراهية والبغض وان تملأ قلبك بالمحبة وبالصدق وبالايمان هذا ما يسمى بالتخلية قبل التحلية التخلية لابد ان تطهر قلبك من الامور السيئة ثم تطهره وتملأه بالامور الايمانية وربك فكبر وثيابك فتغهر والرز فهجر فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولما كان طفلا كان اخواله وخالاته وعماته كانوا يستقدمونه لكي يشاركهم افراحهم ويشاركهم مواسمهم كانت تعقد هناك مواسم لاتجارة وفيها اصنام واوتان وفيها عادات وتقاليد جاهلية فكان ربنا عز وجل يمنع سيدنا النبي ان يقع في مثل هذه المشاركات ولما كبر قال له اهجر كل هذه الاصنام والاوتان والضلالات لابد ان تهجرها ما يسمى بالهجرة الهجرة النفسية اولا ثم بعد ذلك هناك هجرة بدنية والرز فهجر ولا تمنن تستكتر يا محمد اياك ان تبد يدك لأحد حتى يكون لك منه اياك ان تطمع في مال الناس اياك ان تحتاج الى الناس يكفيك ربك ربك سوف يطعمك وسوف يسقيك وسوف يغنيك وياك ان تتودد الى الناس بالهدايا من اجل فيما بعد يملون عليك شروطهم ويملون عليك افكارهم وتغير حقيقة هذا الدين ويصبح في الضيار ولا تمنن تستكتر ولربك فاصبر لابد ان تصبر يا محمد انك سوف تقوم باشؤون الدعوة وتكاليف الدعوة والامر شاق سوف تجد هناك من يعترض طريقك وسوف تجد من هناك يناصبك العداء فعليك ان تصبر سوف تجوع وتعتش وتتغرب وسوف يقال فيك كلام سيء وسوف تطعن من الخلف اصبر هذا الصبر لابد ان يكون لربك هناك بعض الناس يصبرون لغايات يصبر لكي ينال منصب يصبر لكي ينال ترقية يصبر لكي يتزوج بفتاة هذا صبر دنيوي لكن الصبر الحقيقي الذي لا يساوره يأس هو الصبر لله كل من صبر لله لربك فربنا عز وجل يعوضه هذا الخطاب وجه ربنا عز وجل لنبيه في اول الدعوة فكان الثاني منزل من القرآن هذا المقطع مباشرة سيدنا النبي قام للدعوة وجمع قومه وقال لهم لقد جيتكم بخبر اني لكم ندير بين يدي عذاب شديد وطبعا ان قومه سوف يرفضون وسوف يناصبونه العذاب وسوف يقولون بانه مجنون وسوف يقولون بانه كاهن وسوف يقولون بانه شاعر وسوف يقولون بكلام طويل عنهم ومنهم من يقول بانه يطمح للرئاسة وانه يريد الزعامة والقيادة او يريد ان يجمع المال او يسيد نفسه علينا قالوا فيه كلام كثير لكن النبي المصطفى كان مكلف بمهمة ربانية عظيمة ربنا قال له قم ولازل النبي قائما على امر الدعوة 23 سنة حتى توفاه الله تعالى ولم يجلس ولم يرتح حتى قبض وانتقل الى الرفيق الاعلى لما تلقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصد والرد واعتبروا بان هذا الدين مرجعية جديدة وغزو فكري وانه جاء بافكار تريد ان تخلق البلبلة وتريد ان تخلق استضام داخل المجتمع وان هذه الافكار قديمة وبالية ذكرها الانبياء السابقون من امتال ابراهيم وموسى وعيسى واننا في عصر الحداثة وعصر التقدم وحاصروه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن الكريم يؤكد حقائق مهيمة فقال ولربك فاصبر الى ان قال فاذا نقر في الناقوري فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ينتقل ربنا عز وجل ويدكر هؤلاء الجهات الذين ينصبون الاسلام العداء بحكم انهم متقفون وانهم منفتحون وانهم تقدميون وحضاريون وان الاسلام رجعي وانه متخلف ربنا قال لهم ان الاسلام هو شريعة وعقيدة وتكليف وبعد الموت والنشور هناك حساب فذكرنا بهذا المشهد فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير سيكون يوم القيامة نهاية الوجود هذا الوجود الذي ترونه الآن بين أظهركم لن يستمر وعلماء الفيزياء تكلموا عنه قالوا ما يسمى بنظرية استضام الكواكب سيأتي يوم الأيام هذه الكواكب والأشرام السابحة في الفضاء سوف ينحرف كوكب منها قيد أنم له ومن تم يخرج عن مصاريه ومن تم يقع استضام وخلل في الكون وتصطدم الكواكب إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ومن تم سوف تأتي القيامة والقيامة لها علامة أنه ينقر في النقور وكانه جرس كبير ربنا يعطي الإيدان الإعلام بنهاية اللعبة فالحياة كلها لعبة إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة مثل لعبة كورة القدم لما يصفر الحكم بنهاية المباراة أو لما يكون في فصل في الدراسة فيدق الجرس بنهاية ساعة الدراسة هكذا الحياة أيضا لها نقوس يوم فإذا نقر في النقور فذلك يوم يوم عسير هذا اليوم صعب جدا على من؟ على الكافرين فقط أما المؤمنين المتقين الصالحين فإنه يوم فوز ويوم عز ويوم كرامة ثم قال القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومذدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدك كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا ربنا يعطينا نموذج لشخص قوي عنده فكر وعنده مال تصدى لمحاربة الدعوة وفي كل زمان وفي كل عصر إلا وهناك من ينتصبون لمحاربة الدعوة مثل في عصرنا اليوم في عصرنا هناك أناس أنشأوا فضائيات وأنشأوا قنوات وأنشأوا وسائل تواصل من أجل محاربة الدعوة بحكم الحداثة وبمبرر الديمقراطية وبمبرر أن نحارب الرجعية ففي كل زمان هناك نموذج هذا النموذج تحدث عن القرآن الكريم والعلماء يقصدون به شخص معين إنه الوليد ابن المغيرة المخزومي رجل أعطاه الله مال وفير وكان كبير السم أعطاه حكمة كان شاعر يحفظ أشعار العرب ويحفظ الفلسفة والفكر والأديان بل قيل بأنه كان يحفظ حتى أشعار الجن الجن من بني الأزرق ومن بني الأصفر ومن يزهف على بطنه ومن يطير بجناحيه كان حفاظا وكان فيلسوف وكان يطمع أن يكون هو النبي كان يطمع أن يكون هو النبي فلما سمع بأن محمد بن عبد الله صار نبيا شعر بالغيرة وشعر بالإشمئزاز قال هذا النبي هذا محمد بن عبد الله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو راعي للغنم وهو فقير أما أنا فالأدن المغيرة كان عنده مال وفير وكان عنده أولاد اسمك مايكو القرآن الكريم ذرني وان خلقت وحيدا ربنا يذكره يا وليد لا تغتر لقد خلقتك وحيدا دخلت إلى الدنيا صغير حافي القدمين عاري الجسد لم تكن تملك شيء ثم أعطيتك يا وليد جعلت لك مالا ممدودا يعني ماله كان كثير كان عنده ضيعات ومزارع في المناطق المترامية مال كثير تجارة قوافل جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا أعطاه الله تعالى تسعة من الأولاد دكور أقوياء وتزوجوا وأنجبوا حفدة فكان عنده عدد كبير من الأولاد والحفدة جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ربنا عز وجل أكرمه يسر له الأمور مهد له الطريق ولد وفي فمه ملعقة من ذهب وجد والده أترياء ووجد المكان آمن وأعطاه صورة جميلة وأعطاه حكمة ربنا مهد له كل شيء عوض أن يحمد الله ويشكره إذا به يناصبه العداء ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ما هي الزيدة يطمعها الوليد بن المغيرة يطمع أن يكون هو النبي لا يرضى أن يكون آخر يوجهه لا يرضى أن يكون آخر يملي عليه كيف يعيش كيف يفهم الوجود وكيف يقنن الحياة فقال ربنا عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدة العناد هناك من يكون عنيد عن الدعوة يرفض الدين ويرفض القرآن ويرفض السنة ويرفض المبادئ والمقاصد السامية التي جاء بهذا الدين ليس لأنها غير منسجمة مع الحياة أو أنها لا تواكب النمو الاقتصادي والتفتح الاجتماعي وإنما فقط عنادا كراهية في قلبي رغم أنه يقول أنه فاهم وأنه فيلسوف وأنه يفكر بعيد لكن في الأصل وحقيقة الأمر أنه فقط عنده عناد في قلبه مرض في قلبه كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا ربنا يتوعد إنه الجبار لأن من حارب دين الله ربنا وعده بأن يواجهه سأرهقه صعودا قالوا بأنه لما ينزل والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية ينزل إلى الدرك الأسفل من النار يصعد في الأدراج يصعد في درج النار ثم ينزل يصعد ثم ينزل مثل ما يقال بأستورة بوتريموس التي عند اليونان أن الآلية خلقت إنسان وضعت له صخرة فوق رأسه وكان يصعد إلى قمة الجبل وقبل غروب الشمس تتملص له الصخرة وتسقط في الأرض ويعود مرة تانية عذاب أليم يبقى فيه هكذا معنى الآية سأرهقه سعوضا سيتعب عذاب أن الله تعالى يقوله إصعد إلى الأعلى يصعد ثم ينزل إصعد إلى الأعلى وينزل هكذا عذاب أليم في النار والعياد بالله ثم قال ربنا عز وجل هذا الشخص الولد ابن المغيرة في الأول دفعه كفار قريش وقله يا وليد اذهب إلى محمد واسمع ما يقول أنه قرآن فدهب فسمع القرآن فأعجب به أول الأمر أعجب بالقرآن قال هذا كلام جميل هذا كلام رائع هذا كلام حق فآمن فلما بلغ الخبر كفار قريش قالوا يا ويحنا يا ويلنا إذا أسلم الوليد ابن المغيرة فإن كل أحياء العرب سوف تتبعه فلابد أن نقف في وجهه فقالوا ماذا نصنع له فباعت له أبو جهل يسمى أبو الحكم فذهب أبو جهل وقال حيلة حيلة قال يا أبا يا وليد يا أبا الوليد سوف نجتمع ونجمع لك مالا قال لي لماذا هل أنا فقير قالوا له سمعنا أنك ذهبت عند محمد تتودد إليه لعلك تكسب من ورائه مالا فنحن سوف نجمع لك مالا قال كلا أنا أكثركم مال وأنا أعز من أن أتدلل لأحد قالوا ولماذا ذهبت عنده قالوا أريد أن أعرف ماذا جاء به من دين فسمعت منه القرآن فأعلمت أنه كلام رب العالمين فقال إذا آمنت به فإن العرب سوف يتبعونك وأنت زعيمنا فقل فيه كلاما فقال له إنه شاعر فقال لا أنا أفهم وأحفظ كلام الشعراء ما كلام محمد بالشعر فقال له إنه كاهم قال كلا إني أعرف بالكهان وكلامهم وحيليهم محمد ليس بكاهم قالوا إنه مجنون قال أنا أعرف بالمجانين محمد حاشا وكلا ليس بمجنون فقالوا إذن يا ابن المغيرة لقد سحرك محمد لقد سحرك فلما أضارها في عقله وفي قلبه أراد أن لا يتنازل فقال أي نعم محمد ساحر وأطلق هذا الكلام قال له كيف أعلمت أنه ساحر قال لأن محمد لما تأتي عنده يغسل دماغك ويغير قلبك ألم ترى أنه فرق بين الإبن وأبيه وبين الزوج وزوجها إذا كان الزوج يؤمن والمرأة لا تؤمن أو إذا كان الأب لا يؤمن والابن يؤمن فإنهم يتفرقون آسرة العقيدة أقوى من آسرة القرابة فجمع الناس في النادي وبدأ يفكر لابد من حل فلما فكر وقدر قال أي نعم هذا سحر يؤثر أي سحر يؤثر انظروا إلى جمالية القرآن ربنا يصف هذا المشهد العظيم وكأنه وصف سينمائي لو جئنا برسام وعطيناه ريشة وعطيناه لوحة وقلنا له أرسم لنا ملامح الوليد من المغيرة ما استطاع أن يرسمها كما وصفها القرآن بل أكثر من أن تأتي بكاميرا سينمائية وتصف الملامح والأفعال وردود الأفعال عند الوليد بن المغيرة اسمع ماذا قال ربنا عز وجل إنه فكر وقدر فقوتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تدر القرآن الكريم يحكينا عن الأوصاف إنه فكر بدأ يفكر ثم بدأ يقدر ثم أعاد التفكير مرة أخرى وقدر ودرب أخماسة في أسلاس وقدم وأخر ثم نظر ثم عبس ثم بصر ثم أدبر ثم استكبر وفي الختام قال إن هذا سحر يؤثر الكريم سبحانه وتعالى توعده فقال سأصليه سقر الذي يعاند دين الله تعالى العنيد والذي يرفض شريعة الله تعالى ربنا يهدده سأصليه سقر ولكن ما هي سقر سقر هو مكان في أسفل النار والعيد بالله وما أدراك ما سقر ما أدراك لن تستطيع أن تفهم ولا أن تستوعب ما معنى سقر لا تبقي ولا تضر وحد النار خطيرة جدا أنها أكثر من قوة الريح وأكثر مما تتخيل لواحة للبشر لواحة يعني من بعيد تجد بأنها تلوح كأنها أعلام أعلام تتناطر يمين والشمالا لواحة وقيل بأنها لواحة أنها ترمي حلكة لوح لواحة ترمي الآخر للبشر عليها تسعة عشر يعني الملائكة فيها تعتاش لما نزت هذه الآية اجتمع كفار قريش وأقاموا ندوة يسخرون من محمد قالوا إنه ربك عنده تسعة عشر فقط من الجنود ونحن الآن بالآلاف المؤلفة نحن عندنا تلاتمائة ألف جندي وربك عنده فقط تسعة عشر فقالوا هيا بنا نواجههم ونقضي عليهم وبدأوا يسهرون ولم يعلموا بأن تسعة عشر واحد منهم يستطيع أن يفعل الأعجيب انظروا إلى ملك الموت واحد إنه يقبض أرواح البشر في كل زمن ومكان في الآن الواحد يكون في هذه القارة وتلك القارة وفي كل مكان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم واحد فما ظنك بهؤلاء التسعة عشر يسمون الزبانية إنهم أقوياء إنهم جند من جنود الله تسعة عشر يستطيعون أن يعذبوا الملايير من البشر الكفار والمشركين والعياد بالله إلى أن قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا لماذا ربنا قل تسعة عشر باش يشوف النسل هما عندهم إيمان ويقين يستيقن ولكن لماذا عندهم يقين يدخلون في الجدل لماذا تسعة عشر ولماذا ربنا خلق السماوات سبعا ولماذا الجنين يعيش في بطن أمه تسعة أشهر ولماذا ربنا عز وجل خلق كذا وكذا بأعداد كل هذا سير على الأدمنوال إنها شريعة الله وأمر الله ومنهج الله فالمؤمن يسلم ولا يجادل غير المؤمن دائما يطرح تساؤلات ويضند بأنه يستعمل الفكر والعقل ويحرك الماء الراكد ولكن في الأصل هو عنيد في قلبه عنيد في صدره ودائما يرد أمر الخالق سبحانه وتعالى إلى أن قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فالقضية كلها هي اختبار أحيانا ربنا عز وجل يعطينا قضية في الدين في العقيدة ويتحتمل وتحتمل فينظر هل الإنسان يعبد أمر الله أم يعبد منطقه العقلي فبعض الناس إذا وجد خلل بسيط في الدين يقول هنا عوجاج الشريعة كلها باطل حتى في عصرنا هذا هناك مواقع على الأنترنت فيها دروس ومحاضرات وفيها مداخلات لأناس يتعانون في الدين وجدوا شيئا بسيط قضية الإرث مثلا للذكر مثل حظ الأنتي لماذا نرفض الشريعة بكاملها لماذا ربنا عز وجل وضع مثل هذه الأمور وهي كثيرة لكي يختبر أنت هل أنك تتبع أمر الله تعالى أم تتبع عقلك ومصالحك طبعا العقل موافق للشرع والشرع موافق للعقل لكن أحيانا ربنا عز وجل يضعون في الاختبار هل أنت تتبع المنطق العقلي وتتبع المصلحة والمنفعة أم أن مصلحتك الحقيقية هي شريعة الله هنا ربنا عز وجل يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا أيضا فيه تخويف وتحذير للذين يناصبون الله العداء ويطعنون في كتابه وشريعته ربنا عز وجل قد يواجههم بجنوده جنود الله كثر وما يعلم جنود ربك إلا هو قد يكون هناك ملائكة جنود قد يكون جان قد يكون إنس قد يكون حيوانات قد يكون أمراض قد يكون هموم وغموم كل من ناصب الله العداء سلط عليه الله تعالى بلاء وقد يكون البلاء مرض وقد يكون البلاء تورا وقد يكون البلاء إنفلت أمني وقد يكون البلاء مجاع أو قحط أو هجوم جراد كل هذا عذاب الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا عباد الله تذكروا تذكروا وانظروا إلى الأقوام الصابقة ربكم يخاطبكم كلا والقمر والليل إذا اضبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ربنا ينتقل ويحدثنا عن القمر وعن الليل وعن الإسفرار وعن الضحى لماذا؟ وكأنه يقول يا أصحاب العقول الكليلة والسقيمة انظروا إلى هذا الكون من حولكم من خلقه؟ ذلك القمر الذي يبزغ وتلك الشمس التي تشرق والصبح الذي ينفلق وإلى السماء والدخان والكواكب والنجوم هذه العظمة هذه الأشيء مدهل عن العقول من خلقه؟ هل خلقه النظام السياسي؟ هل خلقته جهة عسكرية؟ هل خلقه دائرة علمية أو فلسفية؟ من يدعي أنه خلق هذا الوجود؟ هل الطبيعة؟ وهي صماء وعمياء؟ بل الذي خلق هذا الكون العظيم هو الخالق سبحانه وتعالى وهو صاحب الشريعة وهو صاحب العقيدة وهو منزل القرآن فربنا عز وجل يقول لك أيها الفيلسوف وأيها العنيد وأيها المتكبر تواضع وانظر إلى الكون من حولك تعرف قيمة الله تفكروا في خلق الله تهتدوا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الناس هكذا إما متقدم في الإيمان وإما متأخر في الدين الناس ما في واحد واقف كلنا إما بعضنا متقدم في العمل الصالح والإيمان ومنا من يتأخر إلى الوراء الرجعي يتأخر يزيد في العناد فيرجع إلى القهقرة ثم يقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ربنا ينتقل بنا إلى الدار الآخرة ويخبرنا بأن النفوس سوف تلوم أصحابها النفس اللوامة تقول لصاحبها لماذا فعلت بي كذا وكذا وزج بي في النار والعياذ بالله والنفس المطمئنة تقول هنيئا لك لقد ربيتني ولقد جعلتني أوم وأستقيم على طريقة الله ففزت ورب الكعبة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بيمينهم هؤلاء ربنا يخبروا عن مصيرهم في جنات ربنا يعطيهم الجنات ليس جنات واحدة جنات ربنا عنده جنات كثيرة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها جنات نعيمة وضعها الله تعالى ما فيها تعب ولا نصب وما فيها شغل شغلهم الوحيد هو النعيم وهو الفرح وهو الخير كل الخير في جنات يتساءلون عن المجرمين وحد مجموعة من الناس كانوا معنا في الدنيا وكانوا يحاربون الدين وكانوا يجرمون ويقتلون ويسفقون الدماء وينهبون أموال الناس ويطعنون في في كل مقدس هؤلاء سماهم الله مجرمين لما اطلعوا أين وجدوهم هم في الجنات فاطلعوا فوجدوهم في سواء السعير فجاء حوار آخر هناك الحوار سوف يستمر حتى بين أهل الجنة وبين أهل النار وكانوا في الدنيا يتقابلون يتقابلوا هذا عنده رأي والآخر رأي آخر فبدأوا يتقابلون قالوا ما سلككم في سقر سقر هو مقام وضيع في نار جهنم والعياد بالله ما سلككم في سقر لماذا أنتم الآن في سقر كنتم في الدنيا معززين مكرمين كنتم في الأبهة كنتم أصحاب المقامات الشريفة ما الذي سلككم في سقر تعطأوا رؤوسهم وقالوا قالوا لم نكو من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين هذا والسبب السبب الذي يجعل الإنسان يفقد آخرته ويفقد خلوده الأبدي ويستقر في عذاب النار والعياد بالله هو هذا العذر ماذا يقولون قالوا لم نكو من المصلين أول شيء أنهم تاركون للصلاة لا يصلون وإذا رأوا الناس يصلون يسهرون منهم تضيعون أوقاتكم الصلاة تعطل عن الإنتاج وتعطل على رفع مشوار التنمية وتضيعون أوقاتكم ثم ولم نكن يطعموا المسكين ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم ولا يتصدقون على الفقراء وإذا وجدوا فقراء قالوا لو شاء ربهم لا أطعمهم ما يتحدثون عن الفقراء هم عندهم خيرات وعندهم غناء ويبقون في مكان بعيد عن الفقراء والأغنياء لا يرم أن يرونهم ولا يجاورونهم ولا يطعمونهم ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا بأن هناك فئات قالوا بأن هذا الأمر باطل نعم باطل لقل وكل ناعق يجرون وراء كل ناعق لا يسألون هل هو على حق وصواب أم وعلى باطل وإنما يخوضون في الباطل وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ما كإلا بعث ولا نشور غير مجرد كلام فارغ الحياة تمضي ثم نموت وننتهي ما كيش بعث ونشور ويوم الدين يكذبون بيوم الدين حتى أتانا اليقين كانوا يكذبون الآن جاء اليقين والدليل والبرهان أن هناك بعث ونشور وحساب وجنة ونار فيندمون يندمون فيقول لو لو كتب لنا لعودنا مرة أخرى إلى الدنيا ونبدأ حياة جديدة لكن ليس هناك رجوع أبدا والعياد بالله فيبحثون من ينقذهم من سوف ينقذك إذا كنت في الدنيا عندك لوبيات وعندك جهات عندها أحكام نافدة تستطيع أن تستنجد بها فتنجدك وتغيتك وتنصرك لكن في الآخرة ممن سوف تستنجد ربنا يجيب فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما في شفاعة لأنهم كانوا أصلا ينكرون الدين فما لهم عن التذكيرة معردين ربنا يرجع ينتقل من ذلك المشهد دي القيامة والبعث والنشور ويرجع إلى الدنيا ويقول الآن نحن فيها نبقل في الدنيا إذا نستغل الفرصة لا نضيعها قال فما لهم عن التذكيرة معردين إذا القوش واحد يذكرهم بالله وذكره بالآخرة يعرضون التذكرة ما قال يوم كلام شديد هل يوم أذكركم بالله لنا رب اسمه الرحمن الرحيم وإذا خلفناه اسمه شديد العقاب لنا رب أمرنا بالصلاة والصيام أمرنا بغض البصر وإذا وقعنا في الخطأ نستغفر ونتوب ونرجع لكن لا ننصب العداء لأهل الدين لا نكون عنيدين في الشريعة إياكم تذكرة نستعد للموت نستعد للقاء الله نتعاطف فيما بيننا يحسن القوي منا للضعيف هذه تذكرة فما لهم عن التذكيرة معردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة حتى هذه التذكرة لا يريدونها تمنوا أن حتى هذه القنوات التي تذكر بالله تغلق وأن المساجد تبقى تتكلم عن الحيض والنفاس فقط وكل من يتكلم عن الله والتذكرة يخرص ونقطع عليهم الدعم ونجعل معيشنا في الفقر ربنا قل لك ولا تمنون تستكتر ما تبديدك لأحد ربنا يغنيك من فضله فربنا شبه هؤلاء القوم بماذا؟ كانوا أيام زمان في أهد النبي وفي كل عصر وفي كل وقت وحين فما لهم عن التذكيرة معردين كأنهم حمر مستنفرة الحمر يعني الحمار الوحشي ربنا استعار هذه استعارة شكل الحمار الوحشي في الغابة الغابة يكون الحمار الوحشي مخطط وتابع القسورة والأسد يكون في الجهات الإفريقية ربنا استعار هذه الصورة صور معي أن الحمر الوحشي تجري والأسد يتبعها وإذا انقض عليها يفتق بها فإن الحمر الوحشي تهرب كثير هكذا يفعلون لا يحبون أن يستمعوا إلى كلام الله ويفرون صدعتنا أو التعلينا كلام ما في فائدة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يعني الحمر فرت من الأسد بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كل واحد بغي يأخذ صحيفة يقول أنا الذي على صواب وأنت على خاطأ وهذا كله باطل وهذا مضيع للوقت ومضيع للزمن وأن وقتنا هذا وعصرنا الحالي يحتاج إلى أفكار جديدة حداتية مبتكرة فيها حرية فيها متع فيها شهوة في انطلاق وذا فكر قديم ولا وأدبر ويرفع كتابه بأنه على صواب بل يريد كل من مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة هؤلاء الأقوى ما سببهم حقيقة أمرهم أنهم لا يخافون الآخرة الخوف من الله من علامة الإيمان أنك تخاف من الله تخاف من البعث تخاف من النشور تخاف من ظلمة القبر من علامة المؤمن الصادق عنده الخوف الخوف عبادة لكن هؤلاء القوم لا يخافون لهذا ربنا عز وجل يحذرهم لعل بدرة الخوف تأتي إلى قلوبهم لعل الله تعالى يرد بهم إلى جدة الصواب إلى أن قال في الختام الصورة كلا إنه تذكرة كل هذا الكلام الذي ذكرناه مجرد تذكرة ربنا يذكرون فمن شاء ذكره الذي يريد أن يأخذ هذا الكلام له ذلك وسوف يفوز فوزا عظيمة الذي لا يريد أن يأخذ الأمر إليه فهناك حرية في الاعتقاد لا إكرارة في الدين لكن ربنا ماذا قال فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذه تسمى تسبيحة القرآن الكريم انتهى بتسبيحة وكأننا ربنا يريد أن يفتح لنا جميعا باب الأمل أن نعود إلى ربنا أن ننخرط في سلك المؤمنين الصالحين الدعاة المصلحين وأن نتذكر دوما وآبدا هناك بعث وهناك نشور إذا تذكرنا ذلك فإن جميع المصائب والأزمات التي نعاني منها في عصرنا هذا أقصر طريق لكي نتحلص منها من الشغب في الملاعب والضرب وسفك الدماء من الإجرام من المخدرات من الصرقة من الاغتصاب مما يسمى بتشارميل كل هذه الظواهر المفزعة المقلقة أسهل طريق لكي نتحلص منها بدون ميزانية ولا مجالس منتخبة وأن نكتر من التذكرة نذكر الناس بالله وبالبعث والنشور فسوف نستقيم إن شاء الله طريق المستقيمة وربنا يعيننا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فحري بناء أن نكتر من قولنا لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة من يشعر بأن نعين في قلبه مرد مباشرة اقتنع ليكتر من قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن ربنا عز وجل سوف يهديه إلى الطريق المستقيم ويحبب له الإيمان ويجعله من أهله وخاصته فالنقل جميعا لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر